الرئيس هادي يعين محافظا جديدا لمحافظة المهرة المحافظ الجديد هو محمد علي ياسر رجل يعرفه أبناء هذه المحافظة جيدا فقد سبق له أن شغل هذا المنصب قبل ستة أعوام بقرار من الرئيس هادي نفسه إلى جانب مناصب عديدة رفيعة بينها وزير للدولة وعضو في مجلس الوزراء يأتي محافظ المهرة من خلفية سياسية يعكسها انتمائه للمؤتمر الشعبي العام تشكل على ما يبدو نقطة التقاء مشترك بين الرئيس هادي والسعودية المهيمن الرئيس على القرار السياسي والعسكري والاقتصادي في محافظة المهرة منذ أواخر العام 2017 فعلى أكتاف بن ياسر تأسس المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة المهرة وفي 1997 انتخب على لائحة المؤتمر عضوا في مجلس النواب وباسم هذا التنظيم انخرط بن ياسر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انعقد خلال العام 2013 بالعاصمة الصنعاء ينتمي بن ياسر إلى إحدى العشائر المهمة التي تقطن بالحاف إلى الشرق من محافظة المهرة وتعرف باسم عشيرة رعفيت وتعد إحدى العشائر ذات الوزن المهم في المحافظة لم يسبق للمحافظ بن ياسر أن وضع في ظرف كهذا الظرف الذي تمر به محافظة المهرة في ظل قيادة المحافظ المقال راجح باكريت الذي تورط في تصادم غير مسبوق مع أبناء محافظة المهرة في مقامرة تعكس طموحه شخصي أكثر من أي شيء آخر فالحال الذي آلت إليه محافظة المهرة حالياً يستدعي بنظر المراقبين أن يحدد المحافظ الجديد موقفاً واضحاً من السيطرة على المنافذ البرية من قبل القوات السعودية مسنودة بمجاميع مسلحة ينتمي معظمها إلى محافظة أبيان وباتت هذه المجاميع تسلق خطاً مناهضاً لتطلعات أبناء المحافظة